أنا في رأيي، أنا شتف هنا عبر الشاشة العالم اللي يخرجوا به كل يوم ثلاثة الطلبة صورة طالب عبد الرحمن هذا الشهيد اللي يضحى بنفسه وكان متخصص في الكيمياء هو اللي يدير القنابل إلى آخره هذه عبارة عن رسالة رمزية من شيء أخرى أنا نختلف مع أخي هابت في واحد القضية أنه هذا الطلب اللي رهم يخرجوا يخرجوا لا لا أخذ لا لا أخذ لا لا نختلف معه أنه قضية هذي تاعه واسمه تاع الطلبة اللي يخرجوا كل يوم ثلاثة ها هل هناك إذا ولا تدرك فيه أوية جزء وجزء من الشعبي يخرج ضد الانتخابات جزء ما يخرج ورهم الطلبة اللي يخرجوا بثلاثة ولا يوم آخر يجيوا يقولك نحن مع الانتخابات مش دورهم مش دورهم مش دورهم وره هي المنظرامات الطلابية اللي كانت تكل الريع ولي كانت بزنس وكانت السلطة تخدم بهم في الانتخابات نشوفناهم في الانتخاب في العهدة هذه الخامسة يجيوا في البراطوات رئيس المنظمة الفلانية المنظمة الفلانية هم أنا ضد هؤلاء أنا ضد هؤلاء إن هناك بومتالك بأن الخارج ليس لا محن خارج ضد مرحلة من الأول حيث طلب الآن أعطوا إشارة للسلطة أنهم لم يتبعوا ولم يتشرون أنا أتضحي أنا أعطي لك مثال حي في الجامعة أنا عندي أصدقاء مداراء في معاهد مطلقة معهم يومياً ودورياً. ما عندهم حتى مشاكل في الجامعة الآن علاش لأنه المنظمات الطلابية هذوك عادوا ما يتعاملوش معهم لأنهم تاعوا بزنسة والدول إشارة تاحهم وراهم يتعاملوا حتى مع طلبة فورادة ما عندهم حتى مشكل لأنه الطلبة هذو ما همش بزنسية. وعندهم دور كبير يلعبوه في تغيير التاريخ الحاسن في الجزائر.